في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت محافظة بني سوي في الانتهاء من إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية داخل 12 قرية بمركزي بيبا وناصر وتوفر المجمعات الجهدة ومشقة السفر على أهالي تلك القرى للسفر إلى المراكز لإنهاء أعمالهم في العديد من المصالح الحكومية وذلك حرصا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهود حثيثة تبذلها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع كفاءة القرى المصرية والبنية التحتية التي ظلت مهملة لسنوات طويلة وذلك بهدف تحسين معيشة المواطنين ولم تكن محافظة بني سويف بعيدة عن هذا التطوير بل كان لها نصيب كبير منه حيث شهدت المحافظة إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية في 12 قرية وذلك في مركزي بيبا وناصر المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية وذلك بجانب المشروعات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات المختلفة حقيقة الله كويس المركز ده جميل بيخدمنا ويخدم الكرة والعزب اللي حوالينا وكلها كنا بنتعى في المواصلات بوش وبرسوف وكده وربنا يخلى الرئاس وبارك فيه والله حاجة جميلة جدا خدمة لنا ممتازة جدا ومرتحين وحلوين العزب الكرة اللي حوالينا كلها بتيجي هنا الزيتون ورياض وكله ده بيجي هنا بيخدم بقد هنا بيقد علاطون يعني بدل موفر مشويرنا وفلوسنا وكلام ده يقول الحمد لله يعني تمام نحمد ربنا ربنا ووفى الرئاس ربنا يبارك فيه ويخليه لنا رب ويبارك لنا فيه ويضم المجمع مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب تموين ومكتبا للشهر العقاري لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكانة داخل المبنى المشروع مجمع الخدم اللي في القرية بيخدم بني عادي وزيتون ورياض حوالي خمسين ألف نسمة بالقرى والعزب المجاورة لنا في القرية هنا كنا نكوننا بالروح بوش عشان نعمل أوراقنا سواء من التأمينات أو من السجل أو من التضامن أو الشرع القاري بفضل الله ومجهودات سيادة الرئيس اتعامل المجمع الخدمة ده في القرية بيخدم الأسر دي كلها عشان ما تروحش تتعب هنا أو هنا وتقدم صراحة كلها من مكان واحد ودي حاجات ما كنش بصراحة نحلم بيها في ظل القيادة الحكيمة ونشكر سيادة الرئيس والمسؤولين والقائمين على هذه الأعمال الكريمة في القرى كما توفر تلك المجمعات الجهدة ومشقة السفر على أهالي تلك القرى للسفر إلى المراكز لإنهاء أعمالهم في العديد من المصالح الحكومية وذلك حرصا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية